موسيقى الثالثة بتوقيت العاصمة طرابلس وهذه نشرة مفصلة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين غرفة العمليات الخاصة تعلن سيطرتها على محطة سرط البخارية والمنطقة السكنية بوادي جارف وتقول إن الاشتباكات ضد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة خلفت 12 شهيدا و35 جريحا القوات الخاصة الساعقات تعلن مقتل آمر غرفة عملياتها جراء انفجار لغم أرضي بنحور القوارشة ومستشفى الجلاء في بنغازي يستقبل أربعة جرحا جراء سقوط قذيفة في السيد حسين أعضاء مجلس نواب والمجلس الرئاسي عن منطقة الجنوب يشددون على ضرورة حل التشكيلات المسلحة وإعادة تأهيل عناصرها موسيقى طبط أوقاتكم وأهلا بكم إلى التفاصيل قال عضو المركز العالمي لغرفة العمليات الخاصة التي شكلها المجلس الرئاسي أبو بكر مصطفى إن الاشتباكات التي جدت يوم أمس خلفت 12 شهيدا و35 جريحا من قواتهم وأضف مصطفى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات البنيان المرصوص سيطرت بالكامل على محطة سرط البخارية والمنطقة السكنية في وادي جارف والمعروفة بطومة بعد اشتباكات مع ما يعرف بتنظيم الدولة الذي قام بتفجير أربع سيارات مفخخة في المنطقة وعضح مصطفى أن عناصر التنظيم تتحصن بمنطقة السبعة وسط مدينة سرط ومنطقة هراوة التي تبعد عن المدينة حوالي 70 كيلو مترا إلى الشرق دعا المتحدث باسم جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسط على الحاسي جميع المواطنين إلى عدم دخول بلدتي بنجواد والنوفلية لأي سبب كان وذلك لحين انتهاء فرق الهندسة العسكرية من نزع الألغام والمفخخات هناك وأوضح الحاسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الوضع الميدني في بنجواد والنوفلية هادئ بعد سيطرة قوات حرس المنشآت النفطية على البلدتين مضيفا أن فرق الهندسة العسكرية تواصل العمل لإزالة الألغام وإبطال مفعول المفخخات التي زرعها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في تلك المناطق بعد اشتباكات دمية بين قوات البنيان المرصوص وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة والتي خلفت قتلى وجرحا سيطرت قوات البنيان المرصوص على محطة سرط البخارية والمنطقة السكنية بوادي جارف وقامت بتأمينها وأمام تقدم قوات البنيان المرصوص لاجأ ما يعرف بتنظيم الدولة إلى استعمال السيارات المفخخة والألغام في محاولة لصدها وتم التعامل مع أربع سيارات المفخخة وتفجير اثنتين منها قبل وصولهم إلى الهدف سلاح الجو الليبي كان خاذرا ومهد الطريق أمام قوات البنيان المرصوص لتقدم حيث شنى عدة غارات على مواقع تابعة للتنظيم في ودي جارف وبالقرب من المحطة البخارية سرط ما ساعد في دحله في غضون ذلك أوضحت غرفة العملية الخاصة التي شكلها المجلس الرئاسي أن عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة تتحصن بمنطقة السبعة وسط سرط ومنطقة هراوة التي تبعد عن المدينة سبعين كيلو مترا إلى الشرق مشيرة إلى وجود قوات أخرى تابعة للتنظيم في ميناء سرط البحري وقاعدة القردبية إلى المنطقة الشرقية لمدينة سرط حيث يقاتل جهاز حرص المنشأة النفطية عناصر التنظيم أكد المتحدث باسم الجهاز علي الحاسي أن الوضع الأمني في بنجواد ونفرية مستقر بعد السيطرة على المنطقتين ودع الحاسي جميع المواطنين إلى عدم دخول بنجواد ونفرية لأي سبب كان حتى تنتهي فرق الهندسة العسكرية من نزع الألغام وإبتال مفعول المفاخخات التي زارعها ما يعرف بتنظيم الدولة أفد عضو اللجنة الإعلامية للنزحين بالمجلس المحلي بني وليد مسعود الورفلي بنزوح ست وثلاثين عائلة من منطقة وادي جارف إلى المدينة جراء اشتباكات قوات البنيان المرصوص مع ما يعرف بتنظيم الدولة وأضاف الورفلي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن مدينة بني وليد تستقبل حوالي خمسة ألاف عائلة نازحة من سرط وضوحيها دعيا جميع المواطنين الذين مازالوا داخل سرط إلى المغادرة فورا حفاظا على أرواحهم وطلب الورفلي المجلس الرئاسي بتوفير سيولة المالية للمجلس المحلي بني وليد من أجل توفير احتياجات العائلات النازحة وتشكيل غرفة لمتابعة أوضعهم إلى مدينة بنغازي حيث أكدت القوات الخاصة الساعقة هناك مقتل آمر غرفة عمليتها علي المرتجع رحيل مساء أمس الإربعاء أوضحت القوات الخاصة الساعقة أن آمر غرفة العمليات قتل جراء انفجار لغم أرضي بمحور الجوارشة أثناء تقدم القوات الخاصة بالمحور أكد مصدر من مجلس شورى بنغازي أن عربة عسكرية نوع MBM تابعة لقوات عملية الكرمة دمرت بعد انفجار لغم أرضي بشارع الشجر ما أدى إلى مقتل من فيها حسب قوله وضف المصدر نفسه أن قوات شورى المدينة صدت هجوما وصفه بالواسع لعملية الكرمة في جميع محاور القتال في المدينة ونبقى في بنغازي حيث أعلن مستشفى الجلال الجراحة والحوادث هناك استقبال أربعة مدنيين أصيبوا جراء سقوط قذيفة عشوائية بمنطقة سيد حسين في المدينة وأشار المستشفى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة هذا وقد أفد مركز بنغازي الطبي بسقوط قذيفة بالقرب من قسم الولادة في المركز مساء أمس الأربعاء أسفرت عن خسائر مادية في المكان وأضاف المركز على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تم استهدافه يوم ثلاثة بقذيفة سقطت بموقف السيارات الخاصة بالمركز ما تسبب في حرق سيارة بالكامل أشار مركز بنغازي الطبي إلى ارتفاع عدد القذائف التي أصابته خلال الأيام الماضية إلى خمس قذائف في شأن آخر أفدت الأمم المتحدة في تقرير موجه إلى مجلس الأمن الدولي بأن المئات من المقاتلين الأجانب في صفوف ما يعرف بتنظيم الدولة قد انتقلوا إلى ليبيا مؤخرا وذلك بسبب الخسائر التي تعرض لها التنظيم في معارك عسكرية بأماكن مختلفة حول العالم أضح التقرير أن التنظيم انتقل إلى مرحلة جديدة من الحرب ستؤدي إلى المزيد من الهجمات على أهداف مدنية ودولية حسب التقرير وقال أمين عامي الأمم المتحدة بنكيمون في التقرير إن عددا من الدول العضائف لأمم المتحدة أكدت ارتفاع عدد المقاتلين الذين يعودون إلى بلدانهم من سوريا والعراق مشيرا إلى أنهم يسعون إلى تشكيل فروع جديدة للتنظيم في إطار استراتيجيته لتوسيع انتشاره العالمية وللتعليق على هذا المواضيع ينضم إلينا عبر الهاتف من مصرات الخبير العسكري اسليمان بن صالح سيد بن صالح أهلا بك وبداية يعني حتى وقت قريب كانت حدود ما يعرف بتنظيم الدولة مقتصرة على العراق وبلاد الشام برأيك ما هي الأسباب التي أسهمت في جعل التنظيم يتجه بأنظاره إلى ليبيا السلام عليكم الحقيقة منذ ظهور التنظيم في العراق وسوريا أو في منطقة الشام والعراق مستطاعت الاحتلال الكثير من المناطق والمدن وتغوله حتى إلى أن أصبح قريب أو قابة قوسيني وأدنى من وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد انتبهت دول العالم لاختار هذا التنظيم ووحدت فيما بينها ورأت أن هذا التنظيم لابد من محارباته والقضاء عليه وبذلك زيشت زيوشها وخاصة القوات الجهوية عندها وصخرت إمكانياتها الاستخباراتية وبدأت محاربة هذا التنظيم والتطيق الخناق عليه طبعا بطبيعة الحال عندما يتم طيق الخناق عليه وتكثر بين الصفوف الخسار فمن أحد الخيارات الموجودة على التنظيم هي البحث عن أماكن آمنة أخرى وإحجاز نوع من التمركزات الجديدة داخل هذه الأماكن وطبعا كانت ليبيا هي من الدول المرشعة بهذا التنظيم باعتبارا أنها تمر بحالة أمنية متردية لذلك أنا أرى أن العدد الكبير الذين يتوافدوا على ليبيا وانتقلوا خاصة إلى مدينة سرس يعني الآن استطاعت الأمم المتحدة أن تصدر هذا التقرير ويعني وتفيد بأنهم انتقلوا إلى ليبيا طيب سيد بن صالح يعني في ظل هذا أو ما أشرت إلي هل من المتوقع أن تتحول ليبيا إلى جبهة للحرب على هذا التنظيم لا هو تحولت وأصبح تجربها للحرب على هذا التنظيم خاصة فيما نحدث الآن يعني في مدينة سرس بالدات ومحاصرة مدينة سرس وطبيق الخناف مرة أخرى على هذا التنظيم في مدينة سرس وأعتقد أنه لو يعني واسسة الفرصة لهذا التنظيم ستترب إلى مدينة أخرى فإنه سيفعل لم يكن الفطار على مدينة سرس يعني الفطار أنه فعاله طيب في ظل هذه المواقف الدولية بشأن المخاطر التي يشكلها ما يعرف بتنظيم الدولة على ليبيا هنا تواصل قوات عمليات أو عملية البنان المرصوص تقدمها على عناصر التنظيم برأيك هل يمكن القول أن ساعة الحسم باتت قريبة؟ تقدمت لو استمرت هذه القوات بنفس وطيرة الهجوم وبنفس العزيمة وبنفس الإصرار على تحقيق النصر ونصر قريب فإنه من الممكن جدا أن تكون ساعة في مدينة سرس قريبة إذا لم تتدخل في هذه الحرب عوامل أخرى سياسية وجهوية وقابلية فإنني على يقين من أن ساعة الحسم قريبة جدا أيضا الخبير العسكري سليمان بن صالح حدثنا من مصرات عبر الهاتف شكرا جزيلا لك وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقتل أربعة وعشرين شخصا وإصابة ستة وأربعين مدنيا نتيجة استمرار المعارك في البلاد خلال شهر مايو الماضي وذكرت البعثة في تقريرها أن من ضمن الضحايا سبعة أطفال لقوا حتفهم وخمسة أصيبوا بجروح وأربع نساء قتلنا وأصيب ثلاث منهن بجروح كما قتل ثلاثة عشر رجلا وأصيب عشرة أخرون بجروح فضلا عن إصابة ثمانية وعشرين لم يتم تحديد هويتهم في إحصائية جديدة أذرتها بحثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تم توثيق إصابة سبعين مدنيا من بينهم أربعة وعشرون قتيلا وستة وأربعون جريحا خلال شهر مايو الماضي جراء استمرار ما أسمها بالأعمال العدائية في أرجاء البلاد ومن ضمن الضحايا المدنيين سبعة أطفال لقوا حتفهم وخمسة أصيبوا بجروح وأربع نساء لقين حتفهم وثلاث أصبنا بجروح متفاوتة البحثة وثقت في تقريرها أيضا مقتل ثلاثة عشر رجلا وإصابة عشرة فيما سجلت إصابة ثمانية وعشرين شخصا آخرين من دون أن تحدد البحثة جنسهم ولا هويتهم مدينة بنغازي وحدها بحسب تقرير البحثة سجلت مقتل أربعة عشر مدنيا وإصابة ثمانية وثلاثين أما مدينة طرابلس فسجلت خلال شهر مايو الماضي مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين بجروح كما وثقت البحثة وفاة ستة مدنيين بوادي زمزم شمال غرب بن وليد وثلاث حالات إصابة القذائف العشوائية بما فيها مدافع الهاون كانت سببا رئيسية وراء سقوط ضحايا من المدنيين في مناطق الاشتباكات فخلفت خلال شهر مايو الماضي أحد عشر قتيلا وسبعة وثلاثين جريحا فيما أوقعت مخلفات الحرب تسع حالات وفاة وثلاثة إصابات لتمثل السبب الرئيسي التالي في سقوط ضحايا أما الطلقات النرية والقصف الجوي فخلفا أربع حالات وفاة وستة حالات إصابات في شأن أخر جدد سفير بريطانيا لدى ليبيا بيتر ميلت دعم بلاده للمجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه مشيرا إلى أن بريطانيا ستفتح سفارتها في ليبيا قريبا عبر ميلت خلال لقائه بنائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كجمان عن سعادته بمباشرة وزراء حكومة الوفاق لمهامهم وأوضح ميلت أن بلاده ستقدم الدعم اللازم من أجل استثباب الأمن والمصالحة الوطنية في ليبيا اتفق المشاركون في المائدة المستديرة حول المصالحة والسلام والتنمية في الجنوب الليبي اتفقوا على تشكيل فريق من أبناء المنطقة بتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لتواصل مع مختلف الأطراف بغية تحقيق السلم الاجتماعي وموصلة الجهود في تجاوز معاناة أهالي الجنوب وشدد أعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي عن منطقة الجنوب ومختلف الشخصيات التي شاركت في المائدة المستديرة في بيانهم الختمي شددوا على ضرورة حل تشكيلات المسلحة وإعادة تأهيل من كانوا ينتمون إليها وإدماجهم وكانت المائدة المستديرة حول المصالحة والسلام والتنمية في الجنوب الليبي قد عقدت في الجارة تونس بمبادرة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نواصل تقديم هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعد الفاصل المؤسسة الوطنية للنفط تقول إن عودة الشركات الفرنسية إلى الاستثمار في ليبيا سيضمن تعافي القطاع النقي والاقتصادي بصفة عامة غرفة العمليات الخاصة تعلن سيطرتها على محطة سرط البخارية والمنطقة السكنية بوادي جارف وتقول إن الاشتباكات ضد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة خلفت 12 شهيدا و35 جريحا القوات الخاصة السعقة تعلن مقتل آمر غرفة عملياتها جراء انفجار لغم أرضي بمحول الجوارشة ومستشفى الجلاة في بنغازي يستقبل أربعة جرحة جراء سقوط قذيفة بسيد حسين أعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي عن منطقة الجنوب يشددون على ضرورة حل التشكيلات المسلحة وإعادة تأهيل عناصرها أهلا بكم من جديد أكد الناطق باسم مدرية الأمن الوطني الزاوية نبيل بوزواي أنه من المتوقع فتح طريق السحلي بين الزاوية وجنزور قريبا وقال بوزواي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن حكومة الوفاق الوطني تبنت عملية تأمين الطريق السحلي وكلفت وزارة الداخلية بوضع الأجهزة الأمنية التي تراها مناسبة لهذا الغرض وأشر الناطق باسم مدرية الأمن الوطني الزاوية إلى أن اجتماعا عقد يوم أمس في العاصمة طرابلوس بين مستشار رئيس المجلس الرئاسي فيز السراج ولجنة المصالحة بطرابلوس وممثلين عن بلدية زوارة وجميل وورشفانة وجنزور وكيكلا والزاوية لبحث تفاصيل تأمين الطريق أعلن الناطق باسم مدرية أمن سبهة محمد دعابو أن المدينة سجلت 21 قضية قتل خلال شهر مايو الماضي وضح دعابو لقناة ليبيا لكل الأحرار أن من بين القتلى خمسة أجانب يحملون الجنسية التشادية والنيجيرية والمالية والكاميرونية وشخصا مجهول الهوية إضافة إلى خمسة عشر ليبيا وأشار الناطق باسم مدرية أمن سبهة إلى أن المدينة شهدت خلال الأشهر الخمسة الماضية مقتلى سبعة وتسعين شخصا ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من سبهة الناطق باسم مدرية الأمن الوطني سبهة محمد دعابو سيدة عبو بداية يعني هل كشفت التحقيقات الأولية عن الدوافع الحقيقية التي كانت وراء جرائم القتل التي سجلت في المدينة؟ نعم هي أغلبية الدوافع التي نتجت عنها جرائم القتل التي حصلت داخل المدينة سبهة هي الدوافع على الصطو المسلح والنزاعات القبلية داخل المدينة طيب هل تمكنت الجهات الأمنية من تحديد ما يقف وراء هذه القضايا والقبض على الجنات؟ مديرية الأمن تفكر للإمكانيات التي من خلالها تستطيع متابعة الوضع الأمني والقبض على الجنات في الوقت الحالي طبعا تحدثنا في الكثير من القنوات والإذاعات عن مشكلات التي تواجه مديرية أمن مديرية أمن سبهة التي تحول دون فرض السيطرة الأمنية داخل مدينة سبهة نعم إذن الناطق باسم مديرية الأمن الوطني سبهة محمد إدعاب حدثنا عبر الهاتف من هناك شكرا جزيلا لك في شأن أخر أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع شحات أنها انتشلت يوم أمس الأربعاء جثة من الشواطئ القريبة من منطقة راس الهلال الوقعة شرق مدينة سوسة أوضح منسق الإعلام بالهلال الأحمر شحات أحمد زيدان عبر صفحة الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أوضح أن فريق انتشال الجثث توجه إلى الموقع بعد تلقيه بلاغا من بعض المواطنين ونقل الجثث إلى مستشفى مدينة البيضاء في شأن أخر أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن قطع النفط والغاز في ليبيا يعتبر جهة وعدال العمل والاستثمار بالنسبة إلى الشركات الفرنسية وتطوير التعاون بين ليبيا وفرنسا أضف صنع الله في اجتماع له مع عدد من الشركات الفرنسية العاملة في مجال النفط والغاز في العاصمة الفرنسية باريس أن عودة الشركات إلى العمل في ليبيا سيساعد في استقرار البلاد ويضمن تعافي القطاع النفطي والاقتصاد بصفة عامة وقال نائب رئيس شركة توتال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستيفان ميشيل أن الشركة مستمرة في العمل مع المؤسسة الوطنية للنفط وهي على استعداد لتقديم الدعم الفني للشركات الليبية وتطوير حقل المبروك النفطية قال المكتب الإعلامي لقطاع الكهرباء بدرنا إن فرق الهيئة الوطنية للسلام أخمدت الحريق الذي وقع بمحيط أحد الأبراج الكهربائية في المدينة أضح المكتب عبر صفحته الرسمية أن حدوث عطل في الدائرة الرئيسية شحاد درنا هو الذي أدى إلى وقوع الحريق وحدوث إطفاء عام على المدينة مساء أمس وأشار المكتب إلى أنه تمت معالجة هذه المشكلة عبر التوصيل على الدائرة الرئيسية الثانية البيضاء درنا إلى حين إصلاح العطل بالدائرة الرئيسية أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا تنظيم مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع دوتشيفيل تخص جميع الليبيين احتفالا بشهر رمضان المبارك أوضحت البعثة أن المسابقة ستتواصل من الخامس من يونيو الجاري إلى السابع من شهر يوليو المقبل مشيرة إلى أن الليبيين مدعوون للمشاركة بصور فوتوغرافية تعبر عن رؤيتهم لسلام وتسامح وأضفت البعثة أنه سيقع تحديد مواضيع المسابقة كل أسبوع طيلة شهر رمضان والتي تخص الشباب والأسرة والثقافة والمصالحة وقالت البعثة أنه سيتم اختيار الصور التي تتحصل على أكبر عدد من العجاب عبر فيسبوك وسيتم دعوة الفائزين إلى دورة تدريبية حول التصوير الصحفي مشيرة إلى أن الصور الفوتوغرافية التي سيتم اختيارها ستعرض في المعارض التي ينظمها الاتحاد الأوروبي هذا كل شيء في جعبتنا حتى ساعة ولم يبقى إلى تذكير بالعنوين غرفة العمليات الخاصة تعلن سيطرتها على محطة سرط البخارية والمنطقة السكنية بوادي جارف وتقول أن الاشتباكات ضد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة خلفت 12 شهيدا و35 جريحا القوات الخاصة الساعقة تعلن مقتلى آمر غرفة عملياتها جراء انفجار لغم أرضي بمحور الدوارشة ومستشفى الجلاء في بنغازي يستقبل أربعة جرحة جراء سقوط قذيفة بسيد حسين أعضاء مجلس نواب والمجلس الرئاسي عن منطقة الجنوب يشددون على ضرورة حل التشكيلات المسلحة وإعادة تأهيل عناصرها النشرة وقد انتهت أشكركم على كرم المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة